ايه الحاجات اللي محتاج تراجحها قبل ما تسافر الايام دي السفر الساحل متكرر على طول كل ويك اند فتعالوا نشوف الحاجات اللي تتراجع في العربية بسرعة اول حاجة تعالوا معايا بقى اول حاجة هراجع العجل بالعين اوكي اهم حاجة العين توقف كده وتبص على الكاويتش ما عندكش بلالين الضغط التعع كويس ولا طبعا لو العربية فيها مقياس ضغط هوا فتراجعوا فيها ده برضو بيبقى دايما يعني حاجة كويسة بس تمشي على كل فردة تتأكد ما عنديش اي حاجة ما عنديش اي بلالين ما عنديش اي حاجة ظاهريا زي اللي عارفين الطيرين لما بيراجعوا الطيرات بتاعتهم تاخد كده لفة حوالين العربية وتتأكد ان كل حاجة كويسة تأكد ان مساحتك شغالة برضو لانه الطريق بيقى فيه تراب وساعات بيقى فيه يعني بهدلة في الشارع وكده فهتحتاج المساحات وحتحتاج مية المساحات تأكد من الفردة التانية تمام اوكي فردة اللي هنا وطبعا برضو ما يمنعش ان انت لازم تراجع مقياس ضغط الهوا طيب تعالون راجع السوائل والزيوت عشان تبقوا عارفين العربية بقى لها مركونة هنا ساعة ونص فهي كده اي كل الحاجات نزلت يعني اوكي الزيوت كلها نزلت والمية رجعت في مكانها كمان فهراجع بس طبعا هتبقى نار نار عشان كده جاي فوتها ايوه فين بقى يا دي الخيبة ايوه الدراع ايوه كده اوكي تعالوا نبص على المية شايفين المنسوب عند الماكسوم اهو مضبوط جدا مش محتاج اراجعوا مية المساحة عندي محتاج اراجحها شوية اوكي في اي تاني هنا تعالوا نبص على الزيت الزيت هنا عامل اكتر من غيرته الف وخمسمائة كيلو وعمل عاملة هي سبعة وخمسمائة تقريبا فعمل ستلاف كيلو هنشوف اللون بتاعه عامل ايه وهل اتهبب ولا لا والمنسوب كمان تعالوا انا دايما بحب اغير الزيت قبل يدوب عند التسعة بالكتير قوي فعلى حساباتي مفروض الف وخمسمائة وتسعة يعني عشر تلاف خمسمائة حداشر الف تبقى انت ايه في السيف سايد نشوف الزيت اوكي ادي منسوب الزيت كويس ولونه مش وحش ابدا الحقيقة مش بطال يعني اوكي منسوب الزيت كويس ودي حاجة مريحة نفسيا برضو من ضمن الحاجات اللي انت تعملها ان انت تبص برضو كده اي حاجة مرشحة تتأكد ان كله تمام مفيش اي ترشيح هنا العربية دي مصفحة من تحت فما عنديش اي ترشيحات هنا خالص كل السوائل تبدو تمام كله كوي حتى دا على اخره اوكي كله كويس كده احنا تطمنا بسرعة ايه الحاجات يعني الحاجات الفيجيو اللي بيسموها الفيجيو الانسباكشن طبعا لو انت عندك اي ملاحظة او اي حاجة عربية يبقى اكيد ايه تعملها سيانة الاول لكن دي حاجات بسيطة تتراجع زي ما شفته في دقايق معدودة قبل السفر واشيل الفوطة ونزل الاكصداء البتاع التقيل تقيل قوي بس كده حاجات مهمة تتراجع قبل القيادة وقبل السفر ولو كانت عربيتك على بال ما تسافر اللي حتة اللي انت رايح لها حتتاك سيانة فالاول صينها وتحرك بيها بس اهم حاجة ايه الكويتش يلا سلام